يا سيد سفير أولاً قوليلي تعليقك على حكم المحكمة مش على الحكم نفسه لكن على هذه القضية وهل دخلت تحت ما ظلت اللجنة التنسقية خدتوا بيها علم ولا كان إيه؟ بطبيعة الحال أن أي قضية تطرح أو في هذا الموضوع بنبقى على دراية بيها لكن لا نحن جهة رد ولا تحقيق ولا جهة ضبط كمان ولا جهة للحكم ولكن نحن جهة معنية بالتنسيق معنية بوضع التشريع حدثك تعلم نعاطب فيه أن نحن اللي عملنا القانون اللي مصر بتسير عليه دلوقت في القانون 64 إلى 2010 واللي على أساس المحكمة حكمت فهذا الموضوع طبعا بيهمنا كل ما بيبقى فيه عدد أكبر من التحقيقات طبعا عدد قبليها أكبر في الضبطيات والتحقيقات والأحكام ده بيوري أن إحنا دولة قانون وأن الدولة غيورة على سلامة أبنائها ومصنمة على أنها تعاقب المجرمين فده نقطة إيجابية بالنسبة لنا كده طبعا أنا عايز بس توصيف الحالة اللي جوه القضية فانديم يعني أقصد أقول إيه؟ يعني هل إحنا القانون عندنا في مصر لا يسمح بنقل الأعضاء سواء بالرضا أو سواء لا إيه فيه قانون خاص بالتبرع بالأعضاء بالزبط بالزبط أظن برضو كان في نفس السنة اللي احنا طلعنا القانون بتاعنا أظن قانون رقم خمسة لسنة 2010 لو أنا مش غلطانا فده بيضع له دوابط أن يجب أن يكون أقارب من درجة معينة أن الموضوع ما يبقاش فيه تلاعب من كلهم مصريين يعني أنه ما يخشش فيه شبهة الإتجار وده قانون واضح بالنسبة لي لنقل الأعضاء ويعني إحنا كمصريين نتمنى أن هذا الموضوع خاطب التبرع بالأعضاء يمشي ويأخذ مصاره عشان ده أنت بتدي فرصة لناس أنها تحيا وأنها تعيش حياة طبيعية أو شبهة طبيعية تمام ده عشان نفرق بس بين التبرع وبين ما حدث في هذه القضية على وجه التحديد القضية دي تجارة واضحة وصارقة نعم